الحب في الله الحب في الله من أوثق عرى الإيمان طاعة جليلة طاعة يستحق صاحبها أن يستظل تحت عرش الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي يقول الله هذا يوم القيامة وينادي على رؤوس الأشهاد أين هؤلاء الذين يحب بعضهم بعضا في الله أين هؤلاء الذين أحب أخاه لله وفي الله في وقت فلا يحب الرجل أخاه لمصلحة من المصالح ولفتنة من الفتن ولمنصب من المناصب فيخشاه فيحبه أو يظهر له المحبة أين المتحبون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أحب فلانا لأنه بار بوالديه بلغ من البر ما بلغ فأنا أحبه في الله أحب فلانا لأنه واصلا لرحبه كثيرا لزيارتهم أحب فلانا لأنه رجل جواد متصدق ويحسن على الفقراء والمساكين فأنا أحبه في الله أحبه في الله لمحافظته على الصلاة أحبه في الله لأن كلماته دائما طيبة لا يخرج من لساني إلا الكلام الطيب أحبه في الله لأنه ينصحني ولأنه يذكرني بالله أحبه في الله لأنه عالم من علماء المسلمين يفيد الناس بعلمه أحبه في الله لأنه طالب علم يتعلم كتاب الله وسنة رسوله أحبه في الله لأنه طائع لله الحب في الله في وقت طغط فيها الماديات وفي وقت أحب الرجل أخاه لشيء غير الطاعة وغير المحبة في الله لذا سيجزون يوم القيامة أن ينادى عليهم ربهم أن ينادى عليهم يوم القيامة ويناديهم ربهم أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أتى رجل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يحب المرأة ولم يلحق به أعمال قليلة يعني مثلا نحن نحب الأنبياء الحمد لله نحبه من كل قلوبنا ونحب الصحابة الكرام ونحب الأئمة والعلماء والصالحين لكن أعملون قليلة يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب قال الصحابة فكان هذا الحديث من أحب الأحاديث إلى قلوبنا فيه تبشير أنت تحب الخليل إبراهيم وتحب رسولنا محمد وتحب الأنبياء من كل قلبك أبشر المرء مع من أحب تحب العلماء والصحابة الكرام الذين جهدوا في الله حق جهاده وبلغوا لنا الدين وصبروا على تبليغ الدعوة أبشر فالمرء مع من أحب تحب الصالحين والصديقين والشهداء أبشر فالمرء مع من أحب وكذلك حسرة لمن يحب الممثلين والعراه والمغنيين فضلا عن ذلك أهل الكفر من يحب أهل الكفر لأنه لعب كرة أو يحب رجلا من أهل الكفر لأنه مصارع أو يحب رجلا من أهل الكفر لأنه ممثل قدير كل ذلك المرء مع من أحب فأحبب أهل الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله